اشتركوا في القناة انا اتشرفت سعيدني كتير اسمه لما روحت النادي المصري كمان سعيدني كتير وجودي يعني وجود كابتن ابراهيل مصري وجود اهاب المصري انت لعبت جنبه لا مش جنبه بس يعني اهاب المصري وامتداد لكابتن ابراهيل مصري في النادي المصري فدي كانت حاجة كويسة بالنسبالي لا 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 انا طبعا ليها الشرف لكن انا مش برسعيدي اه مش برسعيدي جميعا وانت اليومندر بتعمليها بكباتن انا موجود معك يا كابتن اه طبعا انت منور الدنيا منور الدنيا اه المفروض اه كابتن ان انا اعتزلت القورة اول امبارح اول امبارح اه واعلنت على صفحاتي وكنت حابل ان اعلان على صفحاتي لان الحمدلله اه فيسبوك وانا استبران الناس كدر جدا عندي تهتم انت بالحكاية دي الحمدلله عندي على الصفحة ناس كتير انا حارسهم ممت الف يعني بقى اقصد بقى المجال ده اهتمام اه طبعا اه طبعا اه اللي واخد على الجرأة ويتقبل النقط هيبقى حلو اه لكن مش هيبقى حلو لو حد ركز فيه اه حد ركز فيه وبعض اللعيبة كانت في المنتخب ولعيبة النادي زمالكة ولعيبة النادي الاهل لما بتركز فيه بيتأثروا على المستوى اه لانه كانت فيه حاجات مش حلوة وكلام مش لطيف لا انا بالنسبة لي ما تفرج وانت يا كابتن اه اه متواجد طبعا عن سوشال ميديا خاصة على الفيسبوك ليه تواصل دائم مع الناس ودايما على تواصل ودايما بنتكلم على صفحيتك على صفحيتي على الفيسبوك وعندك عدد كبير بقى الحمد لله والسوشال ميديا هي دلوقتي يعني هي اللي جاية في الأيام الخطرة اه لا خلاص لكن الحمد لله برضو يمكن احنا على ايامنا في الكورة بقى كمان ما كانش فيه السوشال ميديا بالشكل اه يعني فيه ميديا بس اه وعلامة ايام بقى بس الحمد لله بس الوضع برضو يا كابتن صعب صعب لازم فيه ناس بقى تخلاص بقى تعمل اللجان الالكترونية ونصطد مثلا دوودار نصطد الكابتن متحك هاتوا بقى يومنت اللي هاتا كان نظبطهم هاتوا بقى فقبالك برضو الشارع اه الشارع هو اللي بيقول ايه طبعا بس الشارع كابتن متحك يعني انا كنت بشوف اوقات بتشتم على الميديا وابا بالشارع بقى الناس كنت محباني بس الله كابتن ما تعبرش عن رأي الشارع بيفرق كتير جدا يعني بيفرق كتير مع الواحد تواصله مع الناس واسلوبه واحترامه للناس واحترام الناس ليه والنقاش بادب واحترامه ده اللي نتمنى ده اللي نتمنى في السوشال ميديا بيه احترام وتبادل اراء شياكا وده اللي بيرجع برضو للشخص يا كابتن يعني اي بوست بتكتبه او اي كلام بتكتبه ما بيطلعش بحدود النطاق الادب اللي انت بتكتبه بس احيانا يجيلك ردود مش لطيفة لا الاوافيرة يعني اي رد مش لطيف بحاول احتويه وبحزفه كمان يعني لو هو مرجعش واعتذر لا خلاص ده ما بيكونش متواجد عنه انت اعتزلت كنت تفزده واعتزلت اه بصبت رد لأ انا برضو عشان خاطر برضو السؤال المشاهدين يبقى عارفين اه وحضرك طبعا انت عارف كل حاجة لكن برضو لازم اوضح للمشاهدين ان انا جالي اصابة قطع في وطر اكيلاس ودي اصابة صعبة جدا 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 جاءت منها الحمدلله وخفيت منها لكن طبعا الفترة الاخيرة ديت دي اقتك شواء لا جالي التهابات قوية في نفس الرجل والالتهابات ديت مشكلة كبيرة جدا لقد لو ممكن يعني يجي قطع تاني في نفس الرجل في بقى الموضوع يبقى صعب جدا جدا يعني وردت الفعل بتاعت الناس انا حابب اشكر كل اللعيبة وكل الناس اللي كلمتني في التليفون ردت الفعل الحمدلله يعني تم حبوب من الجميع زد مازال في المركز الاول زد دلوقتي طبعا بتمنالهم ان هم يسعدوا ان شاء الله السنة دي في لعبة مجموعة كويسة اوي بجانب كبير وعن كبير اسمعيل يوسف مدير فني جديد المركز التاني كانوا اول وبعد كده الدخلية دخلية بس اللي بتنفس هي دخلية اتنين وتلاتين زد تلاتين ودي دجل همانية وعشرين بترجد سبعة وعشرين بورتو سويس خمسة وعشرين كمان ولسه دور التاني كله كله شغلت دايما دلوقتي وكله بيحاول جميل طعا خلينا نروح لتقرير سريع بقى عن امم افريقيا وعن الربطة وبعدين نتكلم معك كبيرت يال موسيقى شهدت بطولة كأس الامم الافريقية 2021 والمقامة حاليا في الكاميرون مفاجآت عديدة بسقوط الكبار وظهور منتخبات صغيرة سيكون لها دور كبير في تحديد البطل لهذه الدورة فبعد انتهاء دور المجموعات اليوم وبداية مرحلة جديدة بخروج المغلوب من دور 16 والتي تبدأ منافساته الاحد المقبل شهد دور المجموعات خسارة منتخبات ذات اسماء رنانة وبزوغ اخرى سيكون لها دور في تحديد هوية بطل النسخة الثالثة والثلاثين في المجموعة الاولى تأهل صاحب الارض منتخب الكاميرون بعدما نجح في تحقيق سبع نقاط من انتصارين وتعادل وصعد منتخب الكينافاس بصفته وصيفا للترتيب بعدما جمع اربع نقاط متفوقا على منتخب الرأس الاخضر بعدد الاهداف والذي تأهل هو الاخر الى دور 16 بصفته افضل ثوالث وتصدر منتخب السنغال وصيف النسخة الماضية ترتيب المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط من تعادلين سلبيين الى جانب تحقيق الفوز في المباراة الاولى ولم يسجل اسود التيرنغاس هو هدف وحيد من ضربة جزاء كما تأهل معه كل من غنيا ثانيا وملاوي في المركز الثالث تأهل منتخب المغرب بعد حصده لسبع نقاط وتصدره لجدول ترتيب المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن الجابون الوصيف والتي تعتبر مفاجأة البطولة حتى الان واقصاء منتخب غانا من البطولة بعدما تزيل مجموعته بسقوطه التاريخي امام جزر القمر بثلاثة اهداف مقابل هدفين حسم منتخب نيجيريا صدرت المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بعدما حصد تسع نقاط فيما جاء المنتخب الوطني وصيفا بست نقاط بعد فوزه على غنياب ساو والسودان وقبل مباراة اليوم بالمجموعتين الخامسة والسادسة حسم منتخب كوديفور بطاقة المجموعة الخامسة كما تأهل عن المجموعة السادسة كل من جامبيا ومالي طيب رصدنا بعض الارقام مع حضراتكم هتوهلنا عن الدور الاول كله على بعضه في امام افريقيا تمام فاضل يا كابتر احنا احنا بنتكلم ان الكاميرون اقوى خط هجوم برصيد سبع اهداف متخب الكاميرون من المنتخبات المرشحة ان يتاخد البطولة بشكل قوي وهنتكلم عنه متخب السنغال جاب هدف واحد وده مشكلة كبيرة جدا ومن ضرب الجزاء فالموضوع يبقى ده خلينا في النمرة واحد عندك الكاميرون اقوى خط هجوم سبع اهداف نجيريا وكوتفور ايوا برصيد اهداف والمغرب خمس اهداف طبعا منتخب السنغال المنتخب اللي تأهل الدور التاني برصيد خمس نقاط لكن رغم انه تأهل لم يحرز الا هدف واحد في البطولة من ضرب الجزاء وكانت في الوقت بدأت ضيع للساديو مانيف من ضرب الجزاء وده برضو مشكلة كبيرة جدا كابتن المنتخب بحجم السنغال اللي هو ما يقدرش يترجم كل القوة الهجومية دي لاحرز اهداف دي حاجة صعبة جدا كما تأهل معه منتخب غينيا بعد ان احرز اهدافين اتنين فقط وتعتبر المجموعة الثانية اضعف المجموعات تهديفيا حيث لم تحرز سوى ثمان اهداف فقط اللي هم الاربع فرق وده مع بعض احرزوه لثمان اهداف فقط وده معدل صعبة جدا برد المنتخب السنغال هو اقوى خط دفاع ما جاش فيه ولا جون ولا جون اه وده برضو حاجة هتتحسب للمنتخب نفسه ان انت اقوى خط دفاع عندنا كمان خط دفاع كتف وار وده مش بتاعتك بدي بتاعته بقى هو شايا دايما بيبص يعني انت شايا بسنغال اقوى خط دفاع ما جابش ولا جون ما دخلش فيه ولا جون وجاب جون واحد حاجة غريبة جدا ومعاك خمس نقط يعتبر برضو خط دفاع كوديفور احنا هنتكلم عنه النهاردة من اضعف خطوط الدفاع في البطولة ومن الفرق المتأهلة حيث يستقبل ثلاث اهداف في البطولة مثل الكاميرون وبروكينا فاس والجابون ومفيش اسوأ من تلك المنتخبات غير منتخب جزر الكمر اللي استقبل خمس اهداف وصعد برضو للدور المجبل جميع عندنا منتخب مصر هو ثاني اقوى خط دفاع ودي برضو حاجة كويسة جدا في وجود محمد الشناوي في وجود حجازي في وجود منعيم شايف ان الدفاع في منتخب مصر هنيجي نتكلم بالتفاصيل كلها عن منتخب مصر بشكل قوي جدا خطوط كلها بعديه السنغال لما استقبل سواء احنا لسه عائلين دلوقتي مع نجيريا مع غيني الاستوية مع جامبيا وجامبيا مفاجئة البطولة بالنسبة لي الحد دلوقتي مع مالي جامبيا دي اول مرة تشارك في امم افريقيا انا كابتان متحق كان في المنتخب اللومبي كنت تكسب تونس انا في المنتخب اللومبي فترة كبيرة جدا وهم عندهم استعداد من سبع تمن سنين ابتدوا يتطوروا بشكل كبير جدا منتخب جامبيا اعتقد ان المتخب جامبيا لحد وقتنا هذا ما قد بشكل كواس جدا في حدود الامكانيات يعمل مفاجئة قدام غيني بطور الستاشر كل شي وارد في كورا لكن المنتخب غيني منتخب قوي كل شي في الكورة وارد كل شي في الكورة وارد احنا هدينا شايفين متخب الجزائر منتخب الجزائر كارسة بمعناها بكل المقاييس اللي حصل كارسيته في ايه كابتان مفاجئة كبيرة جدا خروجه في ايه ان النهاردة البطولة في احسن توالد منتخب الجزائر مطلعش من احسن التوالد حد فدي مشكلة كبيرة جدا عنده نقطة واحدة بجانب كمان شايف فيه سوق توفيق غير طبيعي ايوه ودي حقيقة ولازم منتخب الجزائر منتخب كبير وهو حامل اللقب شايف ان الحتة اللي قدام سواء بغداب بنجاح تحته رياض محرز تحته سفيان فجولي كمان البليلي قوي جدا لما بينزل بغداد بنجاح برضو فروت كنت بلعب ضده في النجم الساحلي مع الزمالك ومن احسن مطشطة اللي لعبته قدام النجم الساحلي كان بلعب فروت مهاجم قوي جدا فالنهارده بالأسامي دي كلها ويخرجوا جمال المدير الفني بتاعها جمال ابو الماضي مدير الفني قوي جدا وعنده رؤية فنية كويسة ويطلع انا مش عندش مفاجهة من كود فورالنهارده طيب السؤال هنا كابتن يهاب من وجهة نازك اسباب خروج منتخب الجزائر ايه؟ ممكن نقول سوق توفيق في الاول وفي الاخر لكن كمان سقة زينة عن لزومة كده يعني كان كل حتى تصريحات الاعلام الجزائري واللعيبة من قبل البطولة برضو تحس اللي فيه سقة كبيرة جدا منتخب الجزائر منتخب الاقوى في افريقيا وهو حامل اللقب وكل الناس متخاوفة لتقابل منتخب الجزائر في الحال الاخير من تصفيق كاس العالم لكن الكرة ما بتعترفش الا بالمجهود بتعترف بروحك وادائك داخل الملعب منتخب الجزائر عندهم بس يا كابتن برضو بيفتقد لعناصر كتيرة كان فيه انخفاض ملحوظ لبغداد بنجاح يمكن من كاس العرب كمان انا شايف بغداد بنجاح ما بيقديش على المصابة ما قداش على المصابة المطلوب يمكن الكرة الشناوي اعتقد معاه اثرت كمان في البطولة لكن مش هو كان بغداد كان بليلي هو الظاهر بشكل كبير لكن حتى رياد محرس في البطولة ما بيقديش بشكل كويس جدا اسماعيل بن ناصر اسماعيل بن ناصر في خط وسط منتخب الجزائري ادى بطولة مش على ما يرام لان ده كان احد عناصر التفوق الجزائري في بطولة كاسة امه افريقية مسبوط فى مصر هنا كان معاه عدلا نكاضيورى لكن غياب عدلاж الانكاضيورى ع المنتخب الجزائري فى البطولة ده منطفل وده كان معناصر thrown out اللعب الفردي مشكلة كبيرة جدا فى النحلة الجماعية كان قوة المتخب الجزائر نوع منتخب جماعي البطولة حاسس أن اللعيبة من ناحية الجماعية من ناحية الواجومية حتى من ناحية الدفعية بعضها عن بعضها في كل حاجة يعني نهار ده رياض محرس بينسك الكرة عايز يعمل كل حاجة في الكرة ودي مشكلة كبيرة جدا قابلت منتخب الجزائر بجانب أن كمان المنتخبات التانية بتلحب قدام حمل اللقب فيعمله أقصى مجود وقدام النجوم كمان الكبار واحدة رياض محرس واحدة ساد يوماني في السنغال وعاد نبي كيتا حمد صلاح طبعا طيب كابتن دويدار يعني خلينا بقى ماتش مصر وكود فوار احنا شفنا نظهر ده كود فوار شفناه فرقا قوية جدا شايف الماتش بتاعنا يوم الأربعات ساعة شايف ان المنتخب برضو عشان خاطر تبقى الناس فهمة احنا منتخب مصر انا ضد تصراحات مستر كروش اللي تكلمنا فيها كتير جدا وان ان تصراحات كلها لا تدل على قيمة بحجم مصر احنا كابتن ميت حتى نلعبت مع كل الاجيال المختلفة من ايام كابتن حسن شعائطها لحد مستر كوبر منتخب مصر ليه حاجة كبيرة جدا في افريقا في الوطن العربي النهاردة لازم لعبة منتخب مصر تبقى عارفة قيمة منتخب مصر كمية بطولات احنا واخدينها المفروض ان اللعبة دي تبقى عارفة ان منتخب كوتيفور اه منتخب قوي منتخب محترم لكن احنا برضو منتخب مصر احنا لازم نبقى عارفين قيمة منتخب مصر شايف في الماتش ازاي فنية على الارض الملع اه طبعا في الماتش النهاردة كوتيفور بلعب بطريقة 4-3-3 ايوان عنده باكليفت عايز الناس تتفرج عليه الناس المفرجتش على منتخب كوتيفور اسمه كونان ده انا شايف من احسن اللعيب اللي في البطولة لعيب هايل مهم جدا المنتخب منتخب مصر يبقى عامل حرص بشكل كبير جدا في لعيبة نص الملعب لان اللي عندنا مشكلة في لعيبة نص الملعب لما هنقابل الباكليفت دوة طبو على طول طايرة اللي قدام على طول النحل الجميع بتاحته كمان عنده لعيب كويس جدا اسمه إبراهيم سانجيرا ده بيلعب ديفندر ولعيب هايل عنده بيبيب ده نحية تلهاف لازم اي من اشرف لو يلعب يبقى مركز معاه بشكل قوي جدا وكلهم بيلعبوا في اندية عالمية يلعبوا كمان نص الملعب بتاعهم يا كابتن ملحد انت هتتفرج عليهم نص الملعب بتاعهم قوي جدا جدا واحنا الاداء بتاع المنتخب مصر مخوفنا يعني الاداء بتاع المنتخب مخوفنا حتى الماتش اللي فات التلات ماتشاط بتاع المنتخب يا كابتن التلات ماتشاط بتاع المنتخب الأداء ما يطمنش طب إيه اللي ناقص المنتخب يا كابتن إيها من وجهة نظرنا روح الجيل العظيم بتاع المنتخب مصر اللي احنا بنترحم على أيامه الجيل 2006 2008 2010 الروح طبعا يا كابتن وغير الأداء الفني يعني احنا كنا بيميزنا عن منتخبات أفريقيا كلها في البطولات دي ممكن ديودار عاشها كمان وإحنا عاشناها في البطولات المجمعة روحنا بيكون مختلفة جدا وأداءنا بيكون مختلف وتقاربنا في المعسكرات والتجمعات دي بيكون مختلفة تماما كله بينسى الأندية وكله بيرركز في هدف واحد بيكون شكلنا يعني احنا في 2006 مكناش احنا الأقوى في 2008 مكناش احنا الأقوى في 2010 برضو مكناش احنا الأقوى كنا جيل قوي جدا بس مكناش أقوى من المنتخبات اللي كانت موجودة كان فيه منتخبات أقوى من كده بكتير جدا لكن بروحنا وعزمتنا وإرضتنا وخدنا الأمور تدريجيا واحدة واحدة الرجال اللي كانت موجودة في منتخب مصر ساعتها قدرت اتحقق المستحيل وقدرت اتحقق بطولات كان صعب جداً في ذل الزخم اللي في العيبة الأباركة اللي موجودة في التوقيت ده كابتن فرقة كتير جداً بالنسبة للماتش كوديفور اللي جاي كابتن زي ما ديودار قال بتلعب فرقة مختارمة جداً بتلعب أربعة ثلاثة ثلاثة ويعني عنده خط وسط قوي جداً 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 فرانكي سي طبعاً هنلعب الماتش ده دفاعي ولا نلعبه من البداية هجومي من وجه التوقيت قصة كابتن كمان احنا شفنا الملعب النهاردة الملعب في مساحات كبيرة جداً ملعب واسع ماينفعش احنا عندنا مشكلة في مساحات كبيرة جداً بين خطوطنا في تباعد ما بين خطوطنا في مساحات الملعب في فجوة ما بين خط ظهرنا ونص ملعبنا ونص ملعبنا والنص الهجومي بتاعنا ففي فجوات كبيرة جداً الماتش الجاي مش ما يحتملش الكلام ده لازم فيه تقارب كبير جدا ما بين الخطوط لازم كلنا تحت الكرة لان احنا باللعب زي ما قلت حراك فرقة بتعتمد على اخطاء الغير بتعتمد على المساحات عندهم سرعات في الخط الامامي عندهم مهاجم هداف دورة ابطال اوروبا لحظة بالوقت هليان او هلان فحاجة محترمة جدا فرود ايكس امستردام ففرود محترم جدا ومتصدر هدافة بطولة فاعتقد لازم نعمل حساب لمنتخب كوديفور بشكل كبير جدا اعتقد الراجل طبعا مش هيغير من طريق لا هو بيلعب اربعة تلاتة تلاتة مش هيغيرها لكن فيه لعيبة فرانك كيسي ده من العناصر المهمة جدا في الناحية الهجومية بيتقلب لعشرة كابتن وبيبقى هو اللي تحت وهلان طبعا ده هيل بتاع ايكس الهولندي فرانك كيسي وعنده ابراهيمة سنجاري وعنده جاني وزي ما قالت كابتن دويدار بيبي بتاع الارسنال بيبي بتاع الاربعة نهارف لعيب رقم 18 عشان الناس تتفرج عليه ده فيه مشكلة كبيرة جدا تكملات اللي كلام هابا كابتن متحط نقاط الضعف في منتخب مصر لا فيه مشاكل لازم نتكلم عليها قل لي من وجهة نظرك افضل تشكيل لمنتخب مصر لسه بدل هي يوم الاربعة ان شاء الله عشان تبقى وانت بتفكر الوينش هيكون موجود في التدريبات وجاهز لا الوينش مش هيلحق احمد فتوح يلحق الوينش بيقوله هيلحق بيقوله انت رأيك نلعب بمين الماتش ده ومالكش دعوة بالتشكيلات يعني هو خلاص تدريبات الجامعية الوينش هيبقى فيها بعد ثلاث يام هيبقى فت تمام تشكيل بالنسبة لي برضو يعني تسمح لك ابتن متحط انا برضو اتكلم على نقطة الضعف اللي البنان عليها هنعمل بالتشكيل النقطة الضعف في منتخب مصر فيه مشاكل كبيرة جدا لما بنيجي نقيم اللعبة برضو عشان الناس تبقى فاهمة انا بالنسبة لما اجا قيم اللعب لازم اقيمه في الماتش مش بقيمه بمجمل لعبه لان فيه مشكلة كبيرة جدا في النقاط او الكباتن معظم هم بيجي يتكلموا بيتكلموا في الماتش لما اللعب ده كويس قوي لما في الماتش اللعب ده لازم بعيد خالص عن مستوى لازم يبطل ولازم يعتزل القصة مشكلة خالص بالنسبة لها باجا حل بحلل باتكلم ان الحلب حالي إلى الوقتي وبرادو عليك التنم gem تشير عندنا مشكلة كبيرة جدا في استخلاص الكرة في نص الملعب مشكلة كبيرة جدا كل اللعبة بتحلق في نص الملعب ودي مشكلة كبيرة جدا لو احنا عملناها مع المنتخب لازم زي فسي في نص الملعب ان احنا لازم بشقل قوي جدا لعبة نص الملعب وهي ده اللي عملة الخلل للنحة الهجومية تظهر انا نالك في座ال كرتما فأنا وiszت مستوى في مشكلة كبيرة جدا وليس الملعب احنا ليه نكلمك ان الناس تاخد بالها لا لازم اللعيبة تاخد بالها هم اكيد المدير الفاني بيفراجوا مع الكلام ده ولازم الموضوع دوت لو ما تحلش في مطش منتخب كودفار هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا علشان كده احنا بنقول ان لازم نص الملعب في المطش ده يبقى قوط عندنا التشكيل طبعا الشناول اخي لافع عليه ماشي بشكل كويس جدا حجازي عبد المنعم حجازي وعبد المنعم والحجازي والوينش الوينش حسب جاهزيته هيبقى جاهز الوينش طبعا لان برضو الناس اللي بقى فهم عن المنعم لعيب كويس وخامة كويس لكن ما ده درش تقيمه في المطشين دول لا مع احترامي طبعا المنتخب السودان منتخب شقيق من المنتخبات المحترمة اللي احنا بنحبها لكن مش تقيم لا الوينش طبعا يلعب شايف ايمن اشرف يبدأ المطش لان ايمن عنده النيحة اللي يتكلم وفي مطش زادا لان الهاف بتاعهم هاف قوي جدا فمحتاج ايمن بلعب سردباك وكمان في النيحة اللفعية افضل من ابو الفتوح عندنا الجنب اليمين لا خلاف عليه عمر كمال ماشي بشكل كويس جدا وكان عمر من اللعيبة اللي انا كنت يعني كنت في اتحاد الشرطة وهو وزار كنت حابب ان هو يكمل ويتصعد لفريل اول كان لعيب كويس وعنده من الشخصية لكن فيه مشكلة في النيحة دي بيزاد في الجنب اليمين ان لازم حد يرجع يدفع معاه علشان كتا احنا هنعمل في نص الملعب مليش دعب مستر كروش يلعب بي انا بتكلم على ادماغا رأيك انت ان حمد فتح ان حمد فتح يلعب دفندر قدامه السولية جنبه ان اني التلاتة اللازم هو يلعب بالتلاتة دول لا هو كان بيشيل حمد فتحه لا بأعزل الله لازم تبدأ بحمد فتح المطش ده اوكي التلاتة دول طبعا لازم نلعب بتلاتة دول بجالب انه قدام محمد صلاح عمر مرموش عمر مرموش اه انا شايف ان عمر قادر قادر يعمل فارق في وقت ملاوات رأيك كان في خلاف او لا لا بصة كابت المدحط طبعا باتفق مع بعديو دار في كتير من الكلام اللي قاله احنا كانت مشكلتنا في مبارات نيجيريا اللي احنا سيبنا نص الملعب من ديدي كان بيلعب اريحية كبيرة جدا وكان من افضل عناصر منتخب نيجيريا فما كانش فيه ضغط ولا كان فيه اي حتى ارقاب عليه من الخط الامامي بتاعنا اللي كان المفهوض اول خط دفاعي لنا كان خط الهجوم بتاعنا ينزل يقفل على الراجل ده اللي هو كان بيلعب منتخب نيجيريا فده عمل لنا مشكلة في المطش الاول لا المطش ده مش هنستحمل الكلام ده لا عندهم سلاسي في خط الوسط قوي جدا لازم نقابله بسلاسي قوي في خط الوسط لازم نعمل استحواذ في رسط ملعبنا لان هو ده اللي هنشتغل عليه اللي هيستحوذ على نص الملعب وهيقدي بشكل كويس في نص الملعب هو اللي هيقدر يتحكم في رتم اللقاء فانا برضه عشان خاطر خط دهر كو ديفار يعني هو من اضعف خطوط الضهر في البطولة ومن نقطة الضعف اللي موجودة في منتخب كو ديفار وفي المساحات اللي انا شفتها النهاردة هي وجهة نظر بس مختلفة طبعا لا خلاف على الوينش وحجازي في خط الضهر في جهازات الوينش فتوح مع الراجل من ساعة ما جه فتوح مع منتخب مصر مختلف تماما فتوح نادي الزمالك شخصية فتوح مع منتخب مصر بصراحة يعني في تصفيات كاس العالم ومع الراجل في كاس العرب بيقدي بشكل كبير جدا فلو جاهز اعتقد هيدينا افضلية هجومية البعض بيقولك ان ماتش كو ديفار محتاج واحد صلب دفاعيا وزي ما قال الكابتن دويدار تشنج شوي فتوح هجومي اكتر فتوح اكيد خلاص انا لسه بقوله عليك هو نضج ومختلف تماما عن فتوح ولعب في كاس العرب على لعيبة على مستوى عالي وكان بيقدي بشكل كويس جدا فخلاص لكن لكن لو انا سين بوب مخبالك لا من اقولك لو انا هطير عمر يعني هدي الاريحية لعمر كمان لانه عنده السرعات وعنده الانطلاقات من الجبهة اليمين فممكن اوقف اي من اشه لان اي من انا مش هطلب منه ضر هجومي بشكل كبير جدا لان اوقف اي من سلاسي دفاعي مع الوينش ومع هجازي وهيبقى سلاسي دفاعي ودي الاريحية والافضلية الهجومية في نص الملعب حمدي فتحي لان لازم موجود حمدي فتحي والسلية وانني ودي افضلية شوية للاتنين اللي هم يقدروا يتحكموا في الكرة السلية نضج بشكل كبير جدا واختلف اداءه برضه بعد كاس العرب وبعد حمده لشرك منتخب مصر شخصية اختلفت تماما اداءه في الملعب اختلف بشكل كبير جدا ونضج بشكل كبير جدا واداءه بقى مشابه تماما لاداء في كاس العرب اه في كاس العرب حملته وغيرت منه كتير جدا كويس مع منتخب مصر في الناحية الهجومية بقى انا شايف لان فيه مساحات هتبقى موجودة في خط ظهر منتخب كوديفور واحنا هنلعب على النقطة دي فوجود محمد شريف وجود محمد شريف مع انا عارف انه ممكن يكون الراجل مش مختانع بيه تماما لا انا رأيك انت اه لكن رأيي انا لا اسباب لان انا شايف اللي مصطفى فروت كبير جدا ومصطفى عمل شوط اول كان بيحاول وبيحارب وبيجتهد على قد ما بيقدر لكن مفيش وانت خصوصا لكي ابترس حربة فعارف فانا بقول لها رأيك موضوع شريف لازباب انا بقى لان احنا هنبقى كلنا تحت الكرة فهنحتاج فيها اوقات هنبقى هنلعب على السرعات يا كتب نلعب على السرعات والارتداد والتحولات الهجومية بشكل كبير جدا حتى لو هو ما شاركش خالص الا دقائق او ثواني منا ممكن قبل كده هل هو حاضر في الجو بتاع ال هيقدر يجهزه هيقدر يجهزه هو يقدر لهو هيعتمد عليه لازم يدينه نفسيا الفترة دي الاسبوع ده لازم يقعد معاه في وقت يا كابتن فيه مساحة كبيرة بينه ومن الماتش لازم يشتغل معاه لان انا مش طالب من مصطفى لان مصطفى اتأثر كتير جدا مصطفى كان بينزل في أوقات كتيرة بيحاول يسقط بيساعد بيحاول يسقط لنص الملعب ومصطفى مش بتاع الكلام ده مصطفى عنده الملكة اللي هو يكون موجود جوه محمد صلاح ويتلعب له كروس عرضي يطلع بمبرح في الكورنر بيطلع بشكل كوي فلما سقوط مصطفى بياخد منه كتير انت عايز شريف عشان السراح عشان المساحات عشان مركز كل الضغط على محمد صلاح لان محمد صلاح في الماتش زي ده متوقع جدا في المساحات اللي احنا شفناها ناردة في الملعب هيكون كل تركزنا اللي استولاية ياخد هيحط على صلاح هيحط على صلاح فانا عايز اوزع المجهود ببين صلاح وبين شريف لان الاتنين عندهم سرعة مرموش اكيد لان الراجل مرموش اكيد لان الراجل بيصق في مرموش لان راجل بيكلم ارأي اكيد انا اتمنى اتمنى اشوف رمضان صبح اين اعم ما لعبش بس رمضان عنده الجاهزية دلوقتي ورمضان متعطش لو هو ياخد فرصة رمضان يستحق فرصة البعض بيقول انه رمضان ما لعبش وبالتالي صعب انه هو ايه لحب انا شايف يا كابتن متحط يعني رمضان كلهم لعيبة كويسة ورمضان لعيب قوي جدا ومن اللعيبة الكويسة المشي ده يحتاج رمضان لكن انا بالنسبالي وردو الناس بتتكلم على عمر مرموش بشكل قوي شوية لكن انا شايف هو بيحاول معنا ان هو بيحاول لكن هو بس ولو هو لو عمر سمعنا او اي حد سمعنا من المنتخب في الوقت الحالي بيسهل الدنيا هو مصعب الدنيا على نفسه لكن لو هو نحط السرعات احنا محتاجين زي ما هاب بيقول في سرعات قدام عمر مرموش اسرع من رمضان صبح فعمر يقدر يعمل الكلام ده لكن يعيب عليه انه هو بيلعب بشكل فردي ومش ميسهل الدنيا على نفسه لكن انت اخترت في تشكيلك انا شايف عمر مرموش طيب كابتن دويدار البعض يتحدث عن محمد صلاح انت رأيك ايه برضو عشان خاطر ان يكون منصفين لمحمد صلاح يعني برضو في بعض زي ما تكلموا على رياض محل زي ما تكلموا على ساديو مانيه نهاردة كابتن مدحة ماتش ريال كريستان رونالدو كان بيلعب في ريال في الجمهور كله بيسفر بيسفر في ماتش من الماتشاط على كريستان رونالدو ميسي قابل كوبا منتخب الارجنتين الشعب الارجنتيني كله بيهاجم ميسي فده وطع طبيعي جدا بحجم نجومية محمد صلاح لكن مفيش حد فنيا 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 لا انا بتكلم من ناحية الفنيا لازم اماهد ان محمد صلاح نجم كبير ودي حاجة كبيرة جدا لكن على مستوى الايادة عنده افضل من كده عنده افضل من كده بشكل قوي جدا محمد صلاح برضو عشان الناس تبقى فاهمة هو يعني برضو الناس بيطلق اللي التحمات لا هو الرجل بيلتحم الرجل مش متخازل الرجل بيلعب بروح تشيرت المنتخب مصر الراجل بيعمل كل حاجة لكن بعض القرات منه يعيب عليه بتطفع منه بسهولة لكن برضو في قوة فريق ليفربول باللعيبة اللي موجودة في ليفربول مش بنفس امكانياته وقوة اللعيبة اللي في منتخب مصر في بطء يا كبت المتحد فبعد الاوقات محمد صلاح عايز الكرة تبقى بسرعة على طول ما برضو المنافس هنا مش المنافس بتاع ليفربول يعني مقسها برضو لا انا اتكلم على امكانيات اللعيبة يا كبت المتحد محمد صلاح وانا لعبت معاه وعارف امكانياته انت لعبت معاه اه طبعا اه طبعا الامكانيات بتاعته عايز الكرة دايما في نص الملعب بسرعة وهديله في مساحة احنا عندنا بناخد وقت كبير جدا عبلا ما بنقل الكرة يا كبت المتحد فدي برضو مشكلة كبيرة جدا بتقابل محمد صلاح في الملعب لكن اعتقد ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله محمد صلاح لربنا قرم ان شاء الله نكسب منتخب كودفور هيبقى من عن طريق خلال محمد صلاح اخر سؤال عشان نطلع بقى وفصل ونستقبل معلومات العظيمة تعتمدش علي يا فهو شامل سريعا جدا هقولك دور الستاشر تقولي مين هيعدي ومين مش هيعدي اوكاي دور حطهنا على الشاشة يا احمد دور الستاشر حطهنا على الشاشة كده واهو قدامي اهو بوركينة فسهو الجابون بوركين بوركينة بوركينة كابتن احمد جابون يا راجل ماشي ناجيريا وتونس ناجيريا ها طبعا احنا نتمنى منتخب تونس لكن لا ناجيريا انا برشح هتاخد تبورك العطفة حاجة والأدايا اللي احنا نشوفناها طبعا منتخب قوي طبعا كابتن دويدار غينيا ولا جنبيا انا شعب غينيا طبعا غينيا ها كاميرون كاميرون جزء لا ما نشعب الكاميرا بقولك غينيا ولا جنبيا غينيا ها كابتن دويدار كاميرون ولا جزء القمر لا الكاميرون طبعا الكاميرون الكاميرون كاميرون كابتن ايهاب السنغال ولا كامفردي السنغال السنغال ها السنغال السنغال المغرب ولا ملاوي المغرب ها المغرب طبعا المغرب كابتن دويدار طبعا كود دفور ولا مصر ان شاء الله مصر بإذن الله ان شاء الله لكن ممتش صعب جد ها ماتش صعب لكن طبعا كل الأمنيات وكل الدعم المنتخب مصر أكيد ونتمنى وإن شاء الله هنكسب إن شاء الله بإذن الله كابتن ديودار مالي ولا غنية الاستوائية شايف إنه ممكن ماتش يوصل لضربات جزاء والموضوع الطول ممكن مالي مالي من مفاجآت البطولة كمان يا كابتن مالي بالنسبة لي من المتخبات اللي قدت أداء مختلف تمان وكان مفاجأة بالنسبة لي ومالي برضو قسمك بي بس كان بقاله فترة كابتن بعيد لكن الجيل ده لأ الجيل ده ممكن يستعيد قوة المنتخب المالي في القرى الأفريقية بشكل مختلف تمان ممتاز ممتاز أما عن كاس الرابطة كاس جميلة ونشاط جميل وتتحسب كمان للربطة تتحسب للمجموعة كل أهل موجودة حاجة مفيدة جدا ونتمنى كمان كاس الرابطة دي يبقى نادي غير الأهل والزمالك ياخدوا البطولة ما هو الأهل بيلعب بالنشئين والزمالك برضو بيشك مجموعة يعني حتى الأهل والبرمز والزمالك بيتزيلوا أو مش في ترتيب برضو لا قزم يعني أنا شايف إمكانيات المادية وإمكانيات اللاعبة لما وجود دلوقتي كمان بعدم وجود لعبة منتخب مصر لا أنا شايف أني لا يقدروا ياخد بطولة إذن موعدنا الآن مع الثقافة والمعلومات العظيمة عند الكباتن طبعا بلوستر oftentimes بلوستر jet م م جاد 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 جاد